السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات اهلا بيكم في مبخ نادا ودنيا النهاردة هعمل معكم الزلابية وهي ليه اكتر من اسم اسمها كمان لقمة القاضي والعوامة مقرمشة من بره وطريقة وهشة جدا من جوة ويلا بينا نشوف الطريقة بس الاول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو في الاول هنعمل معكم الشرباط اول حاجة معانا كباية سكر ونص كباية مية وهنرفع على النار واول ما القوام بتاعي يبقى تقيل هنحط له معلقة كبيرة عسل جولوكوز دلوقت هنعمل عجينة الزلابية اول حاجة معانا كبايتين دقيق وكباية ونص مية ونص كباية نشا معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة ونزل بكباية دقيق ونص كباية نشا ونزل بكباية دقيق مية الدفية وهقلب ونشاكل ايه محتاج مية كمان ولا لا هو كده لسه محتاج هنحط له منص كباية مية في الاول هنحس ان العجينة تقيلة بس مع التقليب هتلاقيها مزبوطة معاك ومش محتاجة مية تاني وهنستمر في التقليب لمدة خمس دقايق وده قوامل عجينة بعد ما قلبناها لمدة خمس دقايق ولازم ان يكون فيها المطة اللي انت شايفونا دي ونغطيها بورقة ستريتش ونسيبها تخمر ساعة وكده العجينة خمرت وحدمها تضاعف هنجيب معلقة ونقلب العجينة علشان نخرج الهواء اللي فيها وده خطوة مهمة جدا علشان احنا بنشكل العجينة تطلع مزبوطة معانا وما يبقاش فيها فقاقيع وبعد كده هنعبيها في كيس من بتاع التلاجة ونقص حتة منطر في الكيس ونجيب حلة صغيرة ونحط فيها زيت غزير ونخلي النار هادي خالص ونجيب مقص ونبين له مية او زيت ونضغط على الكيس ونقص العجينة بالمقص وكلما نلاقي العجينة بدأت ترزق في المقص هنبين له مية تاني وساعة ما العجينة بتنزل في الزيت بتتنفخ وبتبقى على شكل كورة هنقلب فيها لحد ما تاخد لون خفيف ايا كده بدأت تاخد اللون الخفيف شايفين العجينة هشة جدا ازاي ايا كده خدت اللون خلاص هنبدأ نطلعها ونخلص كل الكمية ونطلعها على طبق ونسيبها لغاية ما تبرد خالص احنا كده خلصنا كل الكمية وسبناها لما بردت خالص دلوقت احنا هنرجعها على الزيت تاني علشان تاخد اللون الدهبي وتقرمش في المرحلة دي ما بتاخدش وقت كتير في التحمير وهنستمر في التقليب علشان تتحمر من جميع الجوانب يا كده بدأت تتحمر هنبدأ نطلع من جميع الجوانب من الزيت احنا كده خلصنا كل الكمية وقسمناها في طبقين الطبق الاولاني يحط عليه سوس الشوكالاتة ممكن ترش عليه سكر بودر بدل السوس الشوكالاتة والطبق التاني هنحط عليه الشربات التقيل اللي عملناه معاكم في اول الفيديو ولازم ان يكون الشربات بتاعنا تقيل زي عسل النحل علشان الزلابية متطراش وطبق الزلابية اللي احنا هطينا عليه الشربات ممكن نرش عليه شوية جوزهند ناعم وبس ده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم ولقوا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي وتشيروا الفيديو كانت معاكم دنيا باي 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 توافر معاكم عشق المعنى اشتركوا في القناة